بسط الوجه بالقبول للمسلمين قريبهم وبعيدهم مع سلامة الصدر والتحفظ والتيقظ هذا المنزل متكئ في أخلاق أهله وأصحابه على محبة أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد محبته صلى الله عليه وسلم وعلى الإشفاق والتواضع وحسن التعامل مع هذه الأمة كأن هذه الأخلاق من العلامات الدالة على صدق محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن أحب النبي عليه الصلاة والسلام أحب هذه الأمة لمحبته النبي صلى الله عليه وسلم ومن آثار هذه المحبة والإشفاق والعطف والحنان والرحمة والليم مع أبناء هذه الأمة وذلك قال بسط الوجه بالقبول للمسلمين وهذه أدنى العلامات وأقل العلامات أن تلقى أهل الإسلام بوجه طلق فيه ابتسامة وفيه إدخال الصرور على أخيك المسلم فهذه من علامات أهل منزل الاستقامة قريبهم وبعيدهم اتجههم في وجوه الناس وإظهار حالة الامتعاض على الدوام بعض الناس يظن أن المزيد من التقوى يزيده مزيد من الامتعاض أو مزيد من يعني اتجههم في وجوه الناس تقوى بينك وبين الله في خلواتك تكون باكيا بين يدي الله تبارك وتعالى متواضعا تحزن على نفسك على أعمالك تخاف من لقاء الله تبارك وتعالى عند لقائك للناس الذي يسعك وهو الخلق المطلوب من أهل منزل الاستقامة أو أن تلقى الناس بوجه طلق ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وهي أدنى درجات الأعمال الصالحة